الانصياع أو عدم إطاعة الطلبات وتنفيذ الأجندات والطلبات والأوامر فلازم الأمريكان يشتغلوا على أي دولة على أي دولة يعود يقولوا شوية كلام فارغ يعني عشان يعملوا يربكوا الناس مثلاً بيعملوا على طول على طول يعني فاللي عارف الملف اللي بيتابع ملف الأمريكي أو عارف ملف الأمريكان بيشتغلوا إزاي يفهم الأمريكان ألعبهم فأنت ماشي معاه كويس طبطب عليك وزي الفل ويسندك لأ مش ماشي معاه كويس يقعد بقى إيه يعني زي ما أنت عايز يعمل لك بقى هنا في فرنسا يعمل لك إيه يروح بقى يعمل في 2011 مصر يعمل كذا يروح تونس بقى كذا يعمل سوريا إيه يعمل زي ما أنت بتشوف كده ده الأمريكان ماكرون نهارده بيتكلم على أوروبا استقلال القرار وسيادة أوروبا تعالوا نشوف ماكرون عشان نشوف التوجه القادم فيما يتعلق به دول الاتحاد الأوروبي في الملف مع حلف النيتو والولايات المتحدة الأمريكية عشان كان بيتكلم قبل كده على لابد من قوة عسكرية أوروبية موحدة بعيدا عن حلف النيتو عارفين بعد ما قالي التصريح ده ماكرون من كم سنة اتعملوا المظاهرات اللي ما خلصتش من ساعتها النهارده من 2019 ما خلصتش ما خلصتش سطرات صفراء مستمرة مظاهرات متنوعة يعني مع تغيير الأسماء لكن في الآخر انه في مظاهرات شغالة من 2019 واحدة جايين مع ده فترة كورونا نشوف